هسألك سؤال وبلاش نسائبك تقول اللي انت عايزه بلاش الدبلوماسية بتاعك قولي سؤال وقلت قولي وانا كان فيه دبلوماسية فيه حسام حسن يصلح لتدريب المنتخب ولا لأ يصلح 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 طب ليه ما بيتمش اختياره اه الناس منتخوفها شوية من اه يمكن عصبيته شوية عصبيته ولا عصبيته براهيم لا هل اتنين فيه تخوف ولكن حسام هو مستني الفرصة دي وحسام جاله خبرات كتير اوي اوي يعني ومواقف كتيرة المتعلق حسام هيبقى اهدى شوية هيبقى هيبقى اهدى لو خد فرصة منتخب مصر هو ضرب في الاردن وضرب في الاردن ونجح في الاردن يعني كانت تجربة لا بص هو كانت تجربة يعني هي كان فيها جزء نجاح وجزء فشل عادي ايوه بس هو خرج من ارجو ايه لا بس هو خرب من ارجو ايه ازاي ايوه ماشا اتغرب خمسة في الاردن وتعادل برا ماشا وطالبا نوس كاس الام الاسوية تقريبا لكن خد تجربة يعني هو مع احترامي للكرة الاردنية طبعا كابتن جوهري هو يعني غير من الكرة الاردنية حسام حسن خد تجربة منتخبات ما تديله وحسام لوقتي كبير من الصغير حسام خد تجربة كتيرة هو حزم مرضاش ليه مرضاش ليه ما كان متحفظ ما تقعد مع كابتن حسام اقعد معاه اقعد ورفض احنا عدنا وشوفنا وجهات النظر المختلفة اقعد شوف فكره ايه حسام ما عتقدش يبقى مثلا عصبي وممكن في بعض ما تشط في الدوري ببقى فيها شوية لكن في المنتخب هيبقى الشكل مختلف تماما هتدير له فرصة طب حمالة صري اللي بيختار مدرب المنتخب قدامك شاوي غريب وقدامك حسام حسن تختار مين كانت شاوي خد التجربة اخدها قبل كده يعني خلينا مش اختار حد الوقتي بس اقولك شاوي غريب عمل نجاح كبير جدا مع متخب الولمبي كبير جدا بس الناس حربته عشان يتبع هانا بريدة لكن اي حد كان مكان كابتن شاوي في الولمبيات اللي فات دي كان طلع السماء صح؟ انت خسرت من البطل وحققت نتائج في المجموعة نتائج رائعة واداء كان مشرف جبت ومسك المنتخب الولمبي وبعد ما جهز المجلس دا جيه مشاه مشاه ليه؟ يعني شاوي غريب مشي ليه منتخب الولمبي ليه؟ عشان تبع هانا بريدة طب وده صح؟ وده صح؟ لا طبعا مجلس بضرق اخطأ اخطأ خطأ كبير اه جهو غريب طبيعي جدا طبيعي اسمع بقى طبيعي بعد النتائج العاملة في المجموعة ترجع همسك المنتخب مصر الاول كان ليه تجربة وفشلت قبل كده بس اديته خبرة ليه فشلت كده؟ فشلت ايه السبب؟ السبب هو اداريا ولا سبب التغيير والإحلال والتقديد؟ لا لا فشل اداريا 100% اداريا 100%